اشتركوا في القناة وتقللون المشاكل التي قد تحدث صلوا الغطاء بأيديكم هكذا أصبحت الطاقة موصلة بشكل دائم مع الكاميرا ومن الممكن التقاط الصورة بالتحكم بزر التقاط الصور فقط انزعوا الترانزيستور ومقاومة زر التشغيل وأعيدوا وصل زر التقاط الصور حتى توفروا الوقت يتسبب ذلك باستهلاك البطاريات أسرع انزعوا قليلا من الغطاء البلاستيكي وثم استعملوا مسدس الهواء الساخن لحماية الوصلة الجديدة التي صنعتموها غطوها داخل هيكل روبوت البيتزي ضعوا الشريط اللاصق على هذا الطرف هنا لتثبتوا الوصلة الجديدة وتدخلوها وسط الأسلاك داخل الروبوت هكذا تستجيب الكاميرا بشكل أسرع مما كانت عليه في السابق لاحظوا أنه لا يمكن نقل الصور من الكاميرا لأن مدخل USB المصغر على جانب الكاميرا منخفض عن حافة الهيكل الذي يعيق وصل المقبس عدلوا مكانه قليلا بحيث تتمكنون من وصل الكابل بالكاميرا بشكل أسهل قصوا القليل من الهيكل كي تتمكنوا من رفع الطرف الأيمن من الكاميرا الآن فكوا البراغي على الناحية اليمنى من الكاميرا وارفعوها قليلا ثم عدلوا الصواميل أسفل لوح الكاميرا لرفع الكاميرا والحرص على إبقائها عالية بما فيه الكفاية للتوصيل مع مدخل USB على لوحة الكاميرا هنا استعملوا مفك البراغي لرفع صواميل الدعم تحت الكاميرا للأعلى بعد ذلك يمكنكم التأكد من إمكانية وصل الكاميرا مع كابل USB لاحظوا أنه صار بإمكانكم مصدها بالسلك وأخيرا أعيدوا شد صواميل وصلوا الكاميرا هكذا تكونون قد انتهيتم من الدرس ترجمة نانسي قنقر